تابعونا على قناة العصر لتفسير آيات القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال سوف نتناول تفسير الآية 23 و 24 من سورة القصص قال تعالى ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سورة القصص آية 23 و 24 انطلق موسى عليه السلام من مصر قاصدا مدينة ونزل في مكان اجتمع الناس فيه للسقاية فيقول تعالى ولما ورد ماء مدينة وهو بئر كانوا يسقون منها مواشيهم وجد عليه أمة من الناس يسقون أي وجد عند البئر مجموعة من الناس يسقون مواشيهم ورأى فتتين واقفتين تنتظران سقاية أغنامهما يقول تعالى من دونهم امرأتين تذودان فمعنى تذودان تمنع وتكف أغنامهما عن الماء بقوة كي لا تختلط بأغنام الرعاة فلما رآهم موسى عليه السلام توجه إليهم وقال لهم ما خطبكما أي ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس وهذا أول درس نتعلمه من الآية الكريمة فموسى عليه السلام لما وجد أن امرأتين لوحدهما ويبدو أنهم بحاجة للمساعدة توجه إليهم ليعرف ما الذي يجري معهم وهل بإمكانه مساعدتهم فقالوا له لا نسقي مواشينا حتى يصدر الرعاء لأن امرأتان لا نطيق أن نسقي ولا نستطيع أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا مما أفضلت مواشيهم في الحوض وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي مواشيه فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم وهنا يأتي الدرس الثاني ولكن هذه المرة من الفتاتين أولا ببرهم لأبيهم ومساعدتهم له وثانيا بعفتهم واحترامهم بأنهم خرجوا لسقي الغنم محافظين على عفتهم واحترامهم بعدم تزاحمهم مع الرجال على الرغم من أن هذا فيه ضرر لهم وللغنم فسقى لهما موسى عليه السلام أي أحضر الماء للغنم كي يشرب بدل منهم ثم تولى إلى الظل أي توجه بعد ذلك عليه السلام لشجرة حتى يستظل بظلها من الجو الحار فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فعلى ما يبدو أنه عليه السلام كان جائعا أذلك لقلة الأكل في رحلته فطلب من ربه الطعام قال ابن عباس سأل الله تعالى فلقة خبز يقيم بها صلبه ونختتم بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إذا أعجبك الفيديو يسعدنا انضمامك إلينا بالاشتراك شكرا للمشاهدة ألقاكم على خير شاهدوا بتالي إن أحبب